اشتركوا في القناة بزفاف ابنه الاكبر اياد باحد الفنادق الكبرى بحضور الاهل والاصدقاء ومجموعة كبيرة من نجوم الغناء بخاصة من جيل التسعينات مع عدد من نجوم التمثيل الذين شاركوا مصطفى بطولة افلامي وشارك في احياء حفل ابن الفنان مصطفى قمر المطرب محمد حمائي وايهاب توفيق وتامر حسني وحميد الشاعري وهشام عباس ومحمد نور وحماد هلال اشتركوا في القناة تاجه يتحفلوا بها الفنان يلا 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 طبعا مصطفى قمر ما تشين الطفل وشتكوش أحب لي نعم والله أقولها الماما مصطفى أمر نعم يلا رح الخبر الثاني يلا مشاهدين روح أسل للخبر الثاني ريهام سعيد تعلن أصابتها بمرض مزمن وتقول غلطة ودفع الثمنها غالي كشفة الإعلامية ريهام سعيد عن تدهور جديد في حارتها الصحية مشيرة إلى أن الفحوصات الطبية أظهرت أصابتها بمرض السكري وقالت أنها تتحمل مسؤولية الأصابة بهذا المرض لأنها حملت نفسها فوق طاقتها في الفترة الماضية وقالت ريهام في مقطع فيديو على حسابها بموقع الفيسبوك قالت شنت دائما أحكي عن الصحة وأقول أن هي أهم شيء وطلع الصحة مربوطة بالحياة التي أنت تختارها طلع التحاليل لا يوجد أوحش من ذلك والحمد لله وهو من التحاليل التي ضايقتني جدا بخصوص السكر إن شاء الله ما بيغير العافي إن شاء الله ما بيغير العافي إن شاء الله كل جميع الناس المصابين مرضى السكر يا رب أن يشاهدون طبعا هي مثل وجهت رسالة بسيطة إنه دائما ليس بالأكلات يصير مرضى السكر ليس بس بالضغوط صير مرضى السكر احتمال حتى بالحياة بالضغوط النفسية مراتب هبطات 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 غير أمور هماتين تنصابون مرضى السكر فشوية خلي الشخص إدارة حياته ويعرف كيف يتصرف بها درباك مع نفسكم إن شاء الله تقوم بالسلامة سنتقد الخبر الثالث ريهام حجاج تقول الحرب مع ياسمين عبد العزيز من اختراع السوشيال ميديا نفت النجمة ريهام حجاج وجود أي معركة بينها وبين النجمة ياسمين عبد العزيز الزوجة السابقة لزوجها رجل لعمال محمد حلاوة مؤكدة أن القصة كلها من اختراع السوشيال ميديا لأن كل واحدة منهم تزوجت من رجل تحبه وتعيش حياة مستقرة طبعاً ما يصير هالإشاعات بين الفنانين مشاير بشكل عامل كل دول العالم يشوفون عاكم بتاعات متعاركين ومكذا وهو ماكوشي كل واحدة عاش حياته ومرتاحة متابعهم يشعون مشكلة بيناتهم يا أصلا ماكو مشكلة صح وعن تحياتنا لهم وثناتهم ما شاء الله خوش فنانين يلا مشاهدينا سنروح للخبر الرابع والأخير بلترنت أحلام فنان أحلام تمنح شيريهان لقب الملكة رغم اعتزاز المطربة أحلام بلقب الملكة وخوضها الكثير من الصراعات للحفاظ عليه حصراً لها إلا أنها منحته عن طيب خاطر للنجمة المصرية شيريهان بمناسبة عودتها إلى النشاط الفني وقرب عرض مسرحيتها جديدة كوكو شانيل أحلام نشرت صورة شيريهان من كواليس مسرحية كوكو شانيل وعلقت عليها عبر خاصية الستوري بحسابها على انستجرام وقالت عوداً حميداً يا ملكة لترد عليها شيريهان في استوري آخر قائلة مكانتك في قلبي أكبر يا كبيرة كل شيء حلو نشر البنات المصر سلمت الملوكية أحلام طلعت نسافة الملوكية سلمتها شيريهان أي سلمتها شيريهان حياتنا لهم اثنياتهم ومثنياتهم ملكات بصورة عامة يلا مشاهدينا خلصنا معكم أخبار للترنت